اشتركوا في القناة التنموية وتبني الخطط والبرامج لتطوير كافة القطاعات الحكومية وبما انجزت الحكومة في مختلف ميادين العمل الوطني بفضل سواعد وجهود كودرها وتكتفها يدا واحدة كما شاد جلالته بنتائج زيارة الأخوية التي قام بها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة ومباحثاته المثمرة مع أخيه خدم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة لسعود ملك المملكة العربية السعودية حفظه الله ولقائه مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيزة لسعود وللعهد رئيسي مجلس الوزراء على صعيد تعزيز وتنمية العلاقات الأخوية الراسخة وتطوير مسارات التعاون والتنسيق الوثيق والعمل المشترك بما يخدم تطلعات البلدين ويعود بالخير والنفع على شعبيهما الشقيقين ورحب عاهل البلاد المعظم بالزيارة الرسمية والتاريخية لقداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان وكذلك زيارة فضيلة الشيخ الدكتور الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف لمملكة البحرين والتي تأتي تلبية لدعوة جلالته لهما مرحبا جلالته حفظه الله ورعاه بمشاركتهما خلال هذه الزيارة التاريخية الرسمية في فعاليات ملتقى البحرين حوار الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني الذي يعقد تحت رعاية جلالته مثمنا جلالته حفظه الله ورعاه بكل التقدير دورهما الكبير ومساعيهما الخيرة في تعزيز ثقافة الحوار والتعايش والتسامح ودعم الأخوة الإنسانية وحول الشأن الإقليمي والدولي جدد جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه التأكيد على أهمية تفعيل قنوات الحوار والتفاوض والحلول السلمية للوصول إلى السلام والنماء لجميع دول العالم هذا قد تم خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا والموضوعات التي تخص الشأن المحلي وفي مقدمتها تعزيز المنجزات التي تحققت لمملكة البحرين في إطار المسيرة التنموية الشاملة والنهضة الحضارية التي تشهدها بما يعود على وطننا العزيز وشعبه الكريم بمزيد من الازدهار والتقدم والنماء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر